سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية متابعي برنامج سجال انتخابي اهلا بكم الى هذه المنصة التواصلية ما بين المرشحين والجمهور على شاشة الفلوجة مساء كل يوم ساعة دعش مساء سنحاول في هذه الحلقة ان نتحاور مع مرشحين ونشرك جمهورنا الكريم المتواصل معنا في قضية البحث عن مفاهيم دولة المواطنة ودولة المؤسسات التي اعتبرت الى حد كبير خلال المرحلة الماضية على انها مجرد شعارات اليوم الجميع يرفع احاديث دولة المواطنة اليوم الجميع يتحدث عن ضرورة ان تكون هناك دولة مدنية يعني تحالفات سميت بتحالفات المدنية احزاب رفعت شعار المدنية هل هي مدركة لهذا المعنى واستحقاقاته ام انها طبعا وبالتالي بعد الادراك تتحول الى برامج عمل سياسية كبرى داخل مجلس النواب ام انها مجرد شعارات تناغم تطلعات المواطن العراقي في ملله وضجره من حكم الاحزاب الدينية طيلة السنوات الماضية الى اي درجة يمكن ان تكون شعارات بناء دولة المؤسسات عبارة عن قوانين تشرع تحت قبة البرلمان حتى ننتقل من مرحلة الشعارات الانتخابية الى مرحلة برامج سياسية لتكون واقعا ملموسا عند المواطن العراقي كل هذه القضايا ستناقش في هذا السجال الانتخابي لهذه الليلة بعد ان نتعرف على مرشحين نبدأ بالمرشح الاول سيد جبار الماشداني مرحبا بحضرتك مرحبا بك سيرة ذاتية يعني ربما مشبعة بالاداء السياسي كونك يعني مرشح ايضا كنت سابق في انتخابات سابقة ربما نعم وكذلك ايضا يعني عملت يعني على مقروبة من مجلس النواب في اعلامه اش عندك اضافة الى سيرتك الذاتية يعني طبيعة عملي بالمساء الخير عليك وعلى الجمهور الكريم وعلى ضيوف العزاء الكرام بدأت عملي في مجلس النواب عام 2006 في مكتب رئيس مجلس النواب كمندير اعلام لرئيس المجلس ثم عملت وعد ذلك مع الدكتور رياس سامرة ايضا عندما اتولى رئيس المجلس وفي زمن دورة 2006-2010 نعم وعد ذلك عندما اتولى الاستاذ وسامن يجي في رئيس المجلس بقيت لفترة بسيطة ثم ذهبت كمدير للتلفزيون التربوي لثلاث سنوات ثم عدت الآن في اعلام المجلس قبل العمل في مجلس النواب كنت ايضا مديرا لإعلام وزارة الثقافة وايضا عملت مراسلا حربيا في عدد من القنوات الفضائية العربية والعالمية وانا تخصصي الاساسي بالدراسة هو الفن الاخراج المسرحي والتمثيل وقدمت عدد من العمال لكن العمل المهني الذي مرسته هو الاعلام منذ منتصف التسعينات تحديدا عام سبعة وتسعين الى اليوم بالتوفيق شكرا جزيلا ربما سيرتك الذاتية المشبعة بالسياسة والعمل البرلماني سوف تتحمل عبء هذه الحلقة في مواجهة الجمهور مشاهدنا الكرام نتعرف الى مرشحنا الثاني وإليكم سيرته ذاتي اشتركوا في القناة مرحبا استاذ رائد اهلا وسهلا اهلا وسهلا اليوم سعداء بوجودك معنا في سجال انتخابي على شاشة الفن اهلا وسهلا بك وضيوفك الكرام وبالمشاهدين طبعا عندك اسم حركي ابو رواء فيما يتعلق بسكرتارية الحزب الشيوعي ايضا دكتور واستاذ بماذا نخاطبك يعني استاذ رائد استاذ رائد جيد احنا راح نميل الى ابو رواء ابو رواء اسم الحركي بالتوفيق استاذ عمل حكومي وعمل سياسي طويل بعد الفين وثلاثة يعني اضافتك الى سيرتك قبل ما نبحث عن طموحك المرحلة المرحلة لا يعني عملي السياسي والطلابي وديمقراطي امتد الى منذ عام سبعة وستين يعني مو مو البحة عملت في داخل العراق وعملت خارج العراق اثناء الدراسة ولاحقا عندما لأسباب سياسية اثناء عراق لمغادرة العراق وراء تسعة وسبعين وعملت بالخارج سواء في اطار حزب الشعيع او في اطار منظمات مجتمع مدني واتعاد الطلبة والآخرين والعودة استمرت اثناء اثناء عودتي بجانبين السياسي وايضا مثل ما اذكرت عمل حكومي وبالخارج اذا كان لدي نشاط مهني يعني سواء كان بالتدريس او سواء كان حتى بنشاطات متنوعة والبحث الاقتصادي بمحوظ اقتصادي بشكل اساسي اضيف الى ذلك ربما عراقة الحزب لكون هو الان اقدم حزب موجود اعتبطت بالحزب منذ عام سبعين منذ عام سبعين اهم صار عمر وقبل اكيد بالحركة الطلابية لتوفيق لتوفيق ان شاء الله في سياق هذه الحلقة لانه اريد يعني نبحث عن قضايا مفاهيم الدولة المؤسسات والمواطنة في سياق فهمك التنظيري والحزبي في هذا الاطار مشاهدي الكلام نتعرف الى مرشحين الثاني موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى الدبلوماسي الاستاذ احمد فوزي مرحبا موسيقى 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 نحن سعداء ايضا بوجودك موسيقى 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 سيرة ذاتية خريج هندسة وثم عمل دبلوماسي في وزارة الخارجية كقنصر اضافتك نعم سيداني بصراحة تعينت في وزارة الخارجية في سنة 2004 كمهندس عملت وشاركت في عمار عديد من سفارتنا في الخارج وعمار الوزارة اصلا تخرجت من المعهد الدبلوماسي في العام 2007 شاركت في العديد من الدورات السياسية ودبلوماسية كان اخرها في المعهد الدبلوماسي الروسي يعني اعتقد قبل ثلاثة أشهر يعني بتوفيق بتوفيق لك في هذه السياق هذه الحلقة مشاهدينا الكرام طبعا نذكر باننا امام شهادة تاريخية تسجل لمرشحين امام الجمهور تؤرشف في ارشيف قناة الفلوجة الفضائية في حال فاز المرشح سيكون محاسب على ما يدلي به من برامج انتخابية تجاه موضوعة هذه الحلقة للجمهور الحق في الرجوع الى هذا الارشيف ومحاسبة المرشح اذا لم يلتزم بسياقات حملته الانتخابية وكذلك البرامج السياسية التي تطرح في وقت الترشيح نبدأ هذه الحلقة مشاهدين الكرام وقبل الحوار مع تقرير يلخص ابرز ملامح موضوعة هذه الحلقة بعد الحروب والحصار اللي عاشوهن العراقيين بالثمانينات والتسعينات اتوقعت الناس انه الفرج راح يجي بعد الفين وثلاثة وهي السياسيين اللي كانوا اغلبهم باوروبا وبامريكا والناس اتفائلت خير بالعراق الجديد مثل ما يسموه ذول السياسيين بس المشكلة انه كل شي ما تحقق لا من الوعود ولا من الاحلام وكل يوم يمر علينا اسوأ من اللي قبله الحروب اللي كانت ويا دول الجوار اتحولت الى حروب داخلية والجيش اللي انحل صار بمكانه جيوش منها خارج نطاق الدولة ومنها داخل النطاق بالاضافة للجيوش الالكترونية الفقر يزيد يوم بعد يوم بس بالمقابل ببساطة تفوت من يم مقر احد السياسيين او تجار تالي وقت تلقي سيارات طابقة على الرصيف بقيمة مليون دولار او اكثر والمناطق صايرة على قولة غوارطوشي حارت كل من ايده الو اكو عجوز سئلتها احد القنوات عن النظام السابق فقالت كانت ايام عوز وفقر ومرض وحروب وخوف فسألوها شنو رأيش بالنظام الحالي قالت النظام الحالي بيض وجه النظام السابق بالدورة البرلمانية القادمة نقدر نبني دولة ذات سيادة حقيقية اسمها العراق يقدر البرلمان يختار حكومة وطنية تخدم هذا الشعب نقدر نقضي على الازمات اللي تتاكل بالفرد يوم بعد يوم نقدر نسأل من اين لك هذا نقدر نحقق العدالة الاجتماعية لا يفوتون ايضا مشاهدين الكرام قبل ان نبدأ بالحوار مع مرشحين نرحب بالاكاديميين الدكتور صبيح الجابر أستاذ وباحث أكاديمي والأستاذ عباس حسن محمد الاقتصادي مرحبا بكم ماضيفين في هذا في هذه الحلقة وسوف يعني تبدون فيما بعد أيضا ملاحظاتكم وأرأكم تجاه الحوار وتجاه كلام المرشحي نبدأ بالأستاذ جبار المشهداني أستاذ جبار كيف يمكن في ظل البحث عن طموح دولة المواطنة ودولة المؤسسات أن نعرف للجمهور شنو يعني المواطنة يعني شنو هذا الشعار الكبير اللي رفعته أحزاب بالكامل شون نفهمه شون نصيغه يعني سؤالك بشق يعني شق يتحدث عن المفهوم المواطنة والشق الآخر يتحدث كيف استخدمت الأحزاب ولماذا استخدمت الأحزاب هذا من الواضح جدا أن الأحزاب الكبيرة اللي أقول معظم الأحزاب عفوا وبعد نجاح التيار المدني العراقي بتظاهراته وبالحراك المدني اللي صار رأيت أن مزاج الجمهور العراقي ذهب باتجاه اختيار وجوه جديدة مدنية ترفع شعار المواطنة فتبنت هذا الموضوع والحقيقة استحوذت عليه لتستثمر سياسيا في هذه الانتخابات بماذا نجح التيار المدني قلت بأنه التيار المدني نجح في بعض القضايا في تظاهراته تقدر تحصيلي إنجازاته على موض الناس تعرف بأنه التيار المدني نجح في القضية واحد اثنين ثلاثة الانجاز الأول الذي يحسب لكل عراقي خرج بمظاهرات سلمية وقال لا للظلم لا للاستحواذ على السلطة لا للمحاصصة لا للطائفية لا للفساد يحسب أن هذا الصوت الشريف الذي خرجه ليدافع عن هويته الوطنية عن عراق جديد عن عراق أفضل من هذا إشكاليتنا الحقيقة في أن الشعارات التي رفعتها أحزاب السلطة والأحزاب المتحاصصة هي دائما ترفع شعارات براقة جدا لكن لما تشاهد الواقع العراقي بتفاصيل اليومية تشاهد أن هناك استثمار سيء للدستور العراقي وللعملية السياسية من أجل مصلحة أحزاب بعينها وأفراد وعوائل معينة وبالتالي الانجاز وين انت قلت تكون انجاز الانجاز في أنها حركت محيط مجتمعي كان مستكينا للأوضاع كان يعتقد أن العملية السياسية وللأسف عندنا قطاع يعني واسع بالجمهور محسوس لا أقول واسع ما زال يؤمن أنه لا فائدة ولا خيار لنا لأنه هذا الطبقة السياسية يبدو ستبقى جاثمة حسنت التيار المدني عندما قررت بمظاهرات أنه قال يمكننا التغيير ويمكن أن يحصل يحصل تغيير حقيقي عبر مظاهرات عبر مطالبات الحد الذي دخل إلى المنطق الخضراء وأشعر الآخر بأهميته تعريف البواطن الآن؟ مواطن شخص يعيش في مكان يتساوى مع الجميع في حقوقه وفي واجباته على أبسط قضية أبسط قضية الدستور العراقي يقول كل المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات أعطيني اليوم مواطن عراقي يؤمن تماماً أن حقوقه متساوية مع الآخر من أين ما يكون من السما والأربي للغربية للجنوبية كل المواطن العراقيين يشعرون بالحيف يشعرون أنه غير متساوين بالحقوق والواجبات وأن الحقوق كلها أخذت من قبل طبق السياسي وأن الواجبات كلها ملقات على عاتق المواطن العادي إذن فشلت الحكومات المتعاقبة من 2003 وحتى هذه اللحظة في بناء دولة مواطن سؤال؟ لا أقول فشلت فقط وإنما سرقت المفهوم وتحاول في هذه الانتخابات أن تستثمر السياسيين يعني المشكلة كتيارات مدنية هم فعلا مدنيين للناس يجون يأخذون يعني خلأ أقولها بالشعب يحوسموهم ويأخذون المصطلح منهم ويعرضون نفسهم للجمهورة أنهما ناس مدنيين وناس رافعين شعال المواطنة طيب أساد أبو روائك لماذا يعني وقفت الحكومة ضد مبدأ المواطنة ورسخت لغة المكونات ورسخت مفاهيم التجزئة وأحاديث الأقليات على حساب فهم الواطن الحبيب برأي نعم هذا مشكلة تكمن في انبثاق العملية السياسية بعد التغيير التي للأسف بنيت على أساس الانتماءات المكوناتية ما نسميها وهذه ترجمة العملية نعكست في بناء الدولة دولة قائمة على تكويناع الممثلين لهذه المكونات والذي يفترض كامل حيث المبدأ أنه الكل يتشارك في إدارة الدولة ولكن أصبحت أما الآن تقاسموا الدولة واعتبروها مثل نوع غنيمة والمكونات عملياً مثلت من خلال أحزابها وقواها وبالنتيجة أصبحت عبارة عن طيف ضيق من الممثلين هذه الأحزاب تقاسموا الدولة وبالتالي مفهوم المحاصصة التي تحاصصه اللي هو عملياً ينفي المواطنة لأنه المحاصصة ضد المواطنة عملياً لأن هذا إليك حقوق بحكم انتمائك إلى مكون معين وينطوك حصة بالدولة وحصة بالامتيازات وحصة بالأخرى المثلين طيب أستاذ أبراو أنت جزء من منظومة هذه الدولة العراقية نعم يعني هل كنت متماهي مع يعني هذا الصوت وين دورك يعني كان في في التفاعل مع مثل هذه القضايا التي العكست بالسلب على المواطن العراقي ليش الآن تنتقدها وأنت جزء من هذه المواطنة لا لا سؤال يعني من صار التغيير وبدأ العملية هي العملية كانت مفتوحة لتطورها يعني لم تكن منجزة منذ البداية حتى العملية السياسية وإحنا ندخلنا من العملية السياسية منذ البداية نجل نقودها إلى أفقها ديمقراطي بالدولة دولة اتحاد الديمقراطية اتحادية تم بني على أساس المواطنة وما صارت وهذا كان صراع بس ما كان لك ردة فعل يعني ما كان لك ردة فعل عنيفة من هذه الأحزاب التي تبحث عن أفق ديمقراطي تجاه أحزاب لم تكن تبحث عن أفق ديمقراطي نعم وأيضا لا تاخذها في سياقها يعني ظهرت الأزمة الطائفية والحرب الطائفية والإرهاب وعمليا هذا الإرهاب خل الكل يجتمع ضد الأرهاب بغض النظرك كيف الموقف منه وبالتالي هذه العملية ربما عاقت عملية بناء الدولة المدنية والانصراف إلى هذه القضايا لا يعني أنه غابت تلك القضايا وإنما اندفعت إلى الوراء مقدمة الحرب ضد الأرهاب وإحنا نبهنا منذ وقت مبكر حقيقة قبل سابعة سنوات تسح سوا قلنا هذه العملية السياسية التي قائمة على أساس المعاصصة أصبحت مو فقط هي عاجزة عن حل الأزمات أصبحت منتجة الأزمات وقلنا منذ ذلك الوقت أنها عاجزة عن حل أي أزمام الأزمات وإذا مقت حتستفعل وقلنا في حين إلى ضرورة أن تجتمع هذه القوى من أجل وضع على السكة السليمة وهي أساسا دولة المواطنة لم يتم الزغاء إلى هذا الرأي ووصلنا إلى داعش ووصلنا إلى الحروب المتتالية ووصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم فإذا قضية المواطنة اليوم تنطرح بعد فشل الحقيقي الكارثي لنجل المحاصصة الطائفية والأثنينية وهذا أصبح مدركا من قبل الجميع ولذلك أكيد أعفونا سيد أبراو لكن قلتوا بأننا احنا تكلمنا عن هذه المفاهيم منذ البداية شنو اللي يتغير اليوم وعدتوا تقولوها وتعتقدون بأنه راح تصير واقع على الأرض نعم اللي صار حتى الموضوع ليض الأماني لا 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 ما صار هي احنا مو قلنا نقول واستمرنا نقوله وارتقينا بما نقوله يعني احنا رفعنا الشعار منذ زمن الدولة المدنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بعدين مؤخرا قلنا التغيير تشوف التغيير من قلنا التغيير تمسنا عناصر التي تأكد أن الأزمة وصلت إلى مدايات أصبح التغيير ضرورة لم تعد مجرد رأيه واجتهاد وداعش ما بعد داعش أكد أنه ضرورة التغيير واليوم التحديات اللي يواجه البلد على المستوى ذات كل الأمني على المستوى الاقتصادي على المستوى المؤسسي على كل المستويات غير قادرين على مواجهته دون أن ننتقل دون أن نغادر دولة المكنونات إلى دولة المواطنة وأنا أعتقد اليوم الحراك الشعبي كان عنصر مهم جدا في أن يشيع الأفق الأفق نحو هذا التغيير وأيضا أن يأشر الأزمات اللي تسبب بهذا النجل المحاصصة سيد أحمد إلى أي درجة حراك الجيل الجديد اللي جنابك مرشح عن هذا التكوين السياسي الجديد إلى أي درجة في برنامج السياسي ما يشير وبوضوح إلى أنه دولة المواطنة ومن ثم دولة المؤسسات هو يعني طوق نجاة للعراق للمرحلة المقبلة بصراحة حراك الجيل الجديد لم ينطلق على مدى أربع انتخابات يعني مضت بصراحة حراك الجيل الجديد تحرك من مدينته اللي هي يعني بدت الحركة في منطقة محافظة الإسليمانية وبنها مجمعات سكنية كانت ذات كل فواطئة كانت المقدمة والتها عبارة عن ثلاث ملايين وقصط الشهري عبارة عن مية وخمسين ألف بعد ما أنجز هذا الشي نقل الصورة هذه إلى بغداد والمحافظات الآن حراك الجيل الجديد قبل ما يدخل الانتخابات أطلق عن خطة لبناء مئة ألف وحدة سكنية في بغداد والمحافظات تكون في بغداد ألف وحدة سكنية هي لسكان المناطق العشوائية ولشهداء والشهداء الحجد الشعبي إذن هو بدأ من خلال تحسين واقع الاجتماعي والواقع الاقتصادي للمواطن حتى حتى نقدر نقدر لا بس هذا أنت من تتحدث عن مواطنة أنت تتحدث عن كيان سياسي أو حركة سياسية تحاول أن تستعطف الأصوات لا تستعطف لأنه لما نتكلم عن مفاهيم مواطنة فانتمال على مستواها القومي على مستواها الحكومي على مستواها التشريعي والتنفيذي انت تتحدث عن شعارات أطلقتها للأحزاب قبل ما تدخل العملية السياسية ومن دخلت العملية السياسية لم يلم تساعد شي ط browse عن شعارات سوناها قبل من إدخل العملية السياسية حتى نثبت للناس أن إس صادقين في كلامنا discovery فإن some Butt if we're brain راعيكم جزء من العملية السياسية نجنما نقلたい وراعين ليس جزء من العمل السياسي استاذ شسارو عبد الواحد هو غير مرشح لكن هو كان في السنوات الأربع الماضية ما كان جزء من العمل السياسي ما كان عضو مجلس النواب كان عضو مجلس النواب لكن ما كان يمثل أو انطلق من عنده توقعت أنه غلطان لكن هو عضو مجلس النواب ما كان يمثل الحراق الحراق هذا الذي ينطلق هو عبارة عن مجموعة من الشباب عبر الطائفية عابرة للأصوات الآن نحن مجموعة شباب محد في اليوم بيننا تساءل أنت منين أنت شنوه نحن لليوم ما صارك عندنا انتخابات ترى خلي المواطن يعني يعرف نحن لليوم أربع انتخابات جرت اثنين أثناء آوان الاحتلال الأمريكي والثين بعد الاحتلال الأمريكي ما صارك عندنا انتخابات اللعن هل حكومة قاعد تشترونه؟ الشيعي ينتخب الشيعي والسني ينتخب السني يعني شنو ما تأترف بالعب؟ لا اعترف بس اللي صار ما صار قد نوعي للشباب يفهم ويعرف أنه ليش يرح ينتخب أنت اليوم لازم أنت كمواطن تحمل جنسية هذا البلد لازم تعرف أنت شون اللي تريده شون اللي تريده شون تبني هاي الدولة مالتك من اللي يساعدك حتى الفقير اللي بالشارع أيضا الإعلاميين أنا شوف قام يحاربوه يقولنا هذا قام يحصل 200 و 300 باليوم ترى 100 و 200 و 300 باليوم ما تساوي الوقف مالتك بالشمس طيب أسألك عن دولة المؤسسات واحدة من المرادفات المستخدمة أيضا مع دولة المواطنة شو ممكن يتعرفها دولة المؤسسات هي لبناء دولة أحد مقاوماتها هي دولة المؤسسات أنه تبني مؤسسات حتى تقود هذه الدولة حتى تحافظ على ديمومة هذه الدولة طيب أستاذ جبار في إطار البرامج السياسية شنو عندك لإعادة دولة المواطنة لإعادة دولة المؤسسات بس ما رجل شعارات أنا أريد برنامج لا أنا ما زلت أتحدث وفي بالي تحذير اللي ذكرت حضرتك أنه هذا مسجل بعدين شي خلصنا من قناة الفلوجي طلعون رأساً على الفيسبوك وطش لذلك سأكون أنا في بالي الآتي باعتبار أن أعمل في مجلس النوابصار 12 سنة الحقيقة إذا لم ينجح الجمهور العراقي المشاركة في الانتخابات في إنتاج طبقة سياسية جديدة لبرالية مدنية من أجل تكوين كتلة حقيقية ومهمة تستطيع أن تنشئ وأن تراقب وأن تطلق مشاريع كل كلامنا راح يكون مجرد شعارات أنا لا أريد أن أطلق شعارات ولكن أقول أتمنى الفوز لأكون جزء فاعل من مجموعة فاعلة وأن اختلفت توجهاتنا السياسية لأنه تجربة البرنامونات السابقة للثلاث دورات السابقة أثبتت بالدليل القاطع هيمنة واضحة للتيارات الإسلامية السنية أو الشيعية وأزاحت كل التيارات الأخرى المدنية وبالتالي أنتجت قوانين ذهبت باتجاه تقليص حرية المواطن وتحديد حركته وأنتجت قوانين تفيد وتخدم شعارات ههية كتيارات إسلامية وبالتالي الصوت المدني ضاع والقدرة على تحقيق مشاريع جديدة ضاعت تخدم المواطنين تحقق العدالة تحقق دولة المؤسسات التي ننشدها وأكثر من ذلك أنها لوت عنق بعض القوانين من أجل تحقيق مصالحها الشخصية واستمالة جماهيرها البسيطة باتجاه دعمها شنو راح يتغير يعني عفوا الآن لما أتكلم أنه الكتل السياسية الموجودة المتنفذة عملت على لي عنق القوانين والتشريعات حتى توظفها لمصالحها الفئوية والحزبية شنو راح يتغير بالأربع سنوات المقبلة حتى ننسف مثل هذه الفرضية هي مو فرضية هي حقائق نعم اللي راح يتغير قلت آلي لو أنتج الجمهور الناخب العراقي لو أنتج طبق سياسي هل ترجع تحمل الجمهور هذه المسؤولية؟ لا 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 ما أحمل لكن لما تقول لو أنتج الجمهور طبق سياسي جديد دا تقول لهم أنتوا تتحملوا مسؤولية المرحلة المقبلة أنتوا تتحملوا مسؤولية خياراتكم إذا الآن جمهور العراقي يسمع كلام المرجع يقول المجرب لا يجرب ويراب يقوم عينه ناخبي في مناطق بكل مناطق العراق سنة الشيعة كرد كل مناطق العراق أنا اليوم مواطن ساكن بالطارمية ساكن ببغريب ساكن بأربيل ساكن بالبصرة مرت علي أربع سنوات أمامي أمامي نواب وأمام مسؤول تنفيذي الآن مرشح راح أشوف أداء خلال أربع سنوات كمل خطاب الطائف في مالته كمل منجز مالته كمل وعود اللي أطلقها ونفذها إذا ذني كلهن ما ملائماتي لي أما أنا أنا راح أن تخبر لأنه مشهداني ما أكون مشهداني مسؤول سب كل شما سواء للناس مثلا يعني أو من أي عشيرة أو من أي منطقة المشاهدين يحكوا لهذا الحجب نعم يحكوا لهذا الحجب ومنحكم لما منطقة كاملة الطارمية تطوق ويمنع الدخول الخروج منها لمندة أسبوع وبها مرضى وبها طلاب وبها موظفين الجيش اللي موجود هناك يتبع من قادة عام القوات المسلحة أنت مسؤول مشهداني وهذول أهلك روح للقادة العام القوات المسلحة أقول لها أما الطارمية منطقة بها إرهاب تعالوا كافحوا الإرهاب وأما ما بها إرهاب وما أقول لك كل يومية يومية ثلاثة سادي للمنطقة بالتالي هس أهالي الطارمية إذا أريد أن تخبون لأنه هذا مشهداني هذه مشكلة بيهم فيتحملون أربع سنوات وأربعين سنة قادمة أو يقولوا لا لا مو بالضرورة للمرشح مشهداني المرشح الفلاني هو جيد وهو قادر على تنفيذ وعوده وهو نثق به ممكن يروحون ينتخبوه بالمشاهدة وبالطارمية وبالأنبار وفي كل العراق أنا بس عدي تعقيل بسيط سيء الأستاذ قال يعني إحنا ما نسأل واحد الآخر التمنيين هو موعب أن نسأل التمنيين أبداً وأنا أفتخر أنه آني مشهداني وحضرتك جنابي وجبوري وبهادلي كنا نفتخر بأصولنا وبعشارنا وبدياراتنا ومذاهبنا شرط اللا تذهب وتكون هي الهوية الأولى طب هويتنا الوطنية طيب نرجع ساذة برواء هل بالإمكان يعني إحنا الآن ثلاث قوة سياسية أغلب قوائمنا هي عبارة عن وجوه جديدة يعني متعمة ببعض القيادات الكلاسيكية الموجودة على المشهد هل بالإمكان أن نوجد مشروع واحد لهذه الكتل فعلا يشرع لمفاهيم المواطنة ويشرع لمفاهيم المؤسسات يعني هل سحنا نتفق من حيث مبدأ الكلام هناك مشتركات الانتخابات ستصير ستفرز مجلس نواب وستفرز كتل عديدة ومن الواضح لا يوجد كتلة هل تكون مهيمة هناك كتلة متعددة والحكومة لا حكومة توافق لا خلالي كنت حكومة تلافية فرق بمعنى لازم تأتلف عدة خوة هنانا نجي على المبدأ الذي تفضل عليه هذه الحكومة هل ستأتلف هل ستأتلف هل ستأتلفون لمجرد على أسس انتماءات تحاصصية لحسب الانتماءات سني حسب الهويات وعند إذن نوصل على توافق توافق بمعنى على تركيبة القوة وجهت حصتك وجهت حصتك والبرنامج شيء ثانوي أم بالعكس أنه نحن نتحدث اليوم عن عملية تغيير وإصلاح وبمفردات مفردات في إصلاح الدولة مفردات في السياسة الاقتصادية مفردات في مكافحة الفساد وإلى آخرين وإذن أي حكومة جديدة تشكل لازم تتبنى هذه علاقة الجزء مشترك يتعلق بالإصلاح نحو وجهت الدولة المدنية وأيضا في الجانب الاقتصادي وغيره وهذا يكون أساس كأنه انتناقض للحكومة الائتلافية لا أنا نقول أن الحكومة الائتلافية أول وثاني مصر إلا حكومة الائتلافية يعني هذا حتمي لكن تتكلم بسياق نقدي بمعنى أنا نقول أنه سابق لكن هو تحصل حاصل الحكومة الائتلافية ما حيفرض لك شيء أغلبية لي احترف واحد بس هاي الأغلبية اللي الأغلبية البرلمانية اللي ينبغي تشكل لازم تحتم برنامج وهذا البرنامج يكون وجه تبيع عصر التغيير والإصلاح المواطنة ونحو العدالة الاجتماعية ونحو بناء عراق بنية اقتصادية بعيدة عن البنية الرائعية نحو الانتاجية هذه المفردات إذا ما تكون حاضرة وحاضرة ليس فقط كشعار وكهدف وربما ببعض الآليات ممكن أن نتفق عليها وكما يمكن أن نتفق على بعض التشريحات التشريعات اللي نازم تكون إلى أولوية ويسير اتفاق على تبنيها مثلا قانون الخدمة المدنية مشرع ليش ما ينفذ قالوا الضمان الاجتماعي هذا قوانين ضمان الاجتماعي باحتمال تحدث عن دارة الاجتماعية ليش ما ينشرع مجلس الاتحادي اللي ويساهم في استكمال البناء المؤسسي مال الدولة وهكذا هناك عدد من القوانين الأساسية اللي ممكن أن نتفق عليه حتى تكون ضمن الاتزامات إذا تفضلت تحدثت أنه كلها تلتزم نحن نقول إذا صارت الفرصة هذه قوانين حنطية أولوية هذه نطية أولوية وندفع لتكون في مقدمة الأجندة من مجلس النوار لكن تحتاج إلى صوت عالي ومتفق على هذا الموضوع ما بين على الأقل الكتر الثلاثة التي تحاول أن تفرز نخبة سياسية جديدة للمرحلة المقبلة مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل القصير ثم نوالي الحوار بعد قليل نسمع إلى إجابة أو تساء من الأستاذ أحمد فوزي ثم نذهب إلى فقرة الجمهور مشاهد الكرام قمع أهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام في هذا السجال الانتخابي أستاذ أحمد إذا كانت شعارات المجرب لا يجرب مرفوعة والناس تبحث عن الوجوه الجديدة ولكن بالمقابل النخب السياسية وكأنها متمسكة بخيار أن تجربونا مرة أخرى ألا يؤثر ذلك بشكل أو بآخر على مفهوم إعادة بناء دولة المؤسسات وإنتاج دولة المواطن رح ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نشوف فرقات كبيرة جدا بين الموظف أيضا تلقي موظف في وزارة معينة راتبة يعني فدرقم يختلف عن موظف نفس الدرجة نفس في نفس الشهادة في وزارة أخرى يعني هذا كل نحن نحتاج إلى تغيير شون نغيره إن الله لا يغيروا ما بقومين حتى يغيروا ما بأنفسهم نحن اليوم إذا مو نبدأ بالتغيير ونغير ونختار الوجوه اللي تمثلنا أنا مدى أتحدث هذا الكلام حتى ينتخبوني أنا كشخص أو كقائمة نحن كل لتنا نحتاج هذا التغيير كل لتنا نحتاج أن نبني بلدنا كل لتنا نحتاج أن نسوي شيء لهذا البلد يعني اليوم الليمي يعني صوتك يعني لازم تعرف وين تطي ومن تطي يعني المواطنة تريد أن يلتزم بهذه المبادئ والقوى السياسية وقياداتها هي ما ملتزمة بالأخير بالأخير الانتخابات هي ليس دائما تفرز الديمقراطية الانتخابات سابقا أفرزت عن هتلر أفرزت عن موسوليني الانتخابات مو دائما تجيب الديمقراطية بس إحنا شفنا شيء قدامنا واقع حال وجربناه إذا راح نختاره لنوان راح نوصل بعد أكثر من هذا اللي شفناه فلازم نختار وجوه جديدة تمثلنا طيب يعني هو بالأخير أيضا خيار المواطنين وخيار الجماهير مشاهدي الكرام نذهب الآن إلى فقرة الجمهور ونبدأ بالدكتور صبيح الجابر الأكاديمي المتواجد معنا في هذه الحلقة شباب المايك إذا أمكن أسمع من حضرتك دكتور مداخلة وسؤال للجمهور باختصار إذا أكد تحياتي لكم مشاهدين كرام لابد أن أطرح تسعولات فيما يتعلق بالدولة المدنية ومفهوم الدولة المدنية اللي نحن اسمعنا بالدولة المدنية منذ أكثر من خمس سنوات طرحت من قبل الحزب الشيوع العراقي أيضا وقابلتها ردات فعل عنيفة أيضا وما زالت توجه للدولة المدنية أيضا ردات فعل من بعض الناس ضد الدولة المدنية ولكن بالمقابل أيضا ظهرت كتل كثيرة تبنت مفهوم الدولة المدنية ولا ندري نحن بحيث اختلط على المواطن من هي الدولة المدنية الحقيقية فعلا فهل هناك سمات وأسس وشروط تميز الدولة المدنية الشعاراتية ونحن طبعا الشعارات سهل تبنيها ولكن تنفيذها وتطبيقها يؤجل إلى وقت آخر فهل هناك فعلا يعني شروط وأسس ملامح تميز بين دولة مدنية حقيقية والدولة المدنية الشعاراتية وهل أن الدولة المدنية الحقيقية فعلا قادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين أنا قريت كثير من انتقادات حتى للدولة الليبرالية بأنها عززت عن توفير العدالة الاجتماعية للمواطنين فما أدري يعني هذه الدولة المدنية الجديدة التي نأمل أن تتحقق في العراق على أنقاض الطائفية والاقتساد واللا عدالة في المجتمع العراقي نأمل أن تشكل هذه الدولة المدنية دولة المواطن الذي يشعر فيها المواطن بحقه ويطالب بحقه وأيضا يقدم ما عليه من واجبات وشكرا شكرا جزيلا عندك دكتور أستاذ عباس اتصادي تفضل جناب الحقيقة مثل ما تفضل زميلي الدكتور الصبيع نحن حاليا بعد جمهورا احتج خلال هذه السنوات من الفين وداعش لحد الان بعد ان شعر بن حقوقه مهضومة بعد ان شعر بن هو كل مجالات التعبير حرية التعبير حرية التظاهر الحزاب والكتل المتنفذة اللي هي عندها المال والنفوذ هي اللي مسيطرة حاليا على الشارع وهناك جهل كامل موجود في طبقات ومختلف شرائح مجتمعنا أعتقد الأساتذة يفترض أن يبينون في برامجهم الانتخابية ومثل ما تفضلت بأن هذا رح يكون وثيقة يعني نتحاسب عليها مستقبلا بعد الانتخابات وبعد إذا صعدوا إلى البرلمان لأن احنا حاليا نشوف سبعة آلاف شخص يتنافسون على ثلاثمية وتسعة وعشرين مقعد يعني صارت في الامتيازات الموجودة للنواب نتساءل هاي الاعلانات والدعاية الانتخابية والمفوضية الانتخابات نطأ لكل حزيب أو لكل شخص مرايش شاح مليون دولار للدعاية الانتخابية مين دي تيجي هاي الفلوس بعد هذا الخراب الاقتصادي اللي دمر بيه واللي من 2014 لحد الان احنا موازنة ما عدنا وموازنة عرجاء فاعتقد من الضروري جدا أن تكون البرامج الانتخابية للمرشحين واضحة جدا وخصوصا كيفية كيفية رفع مستوى هذا المواطن اللي هو مغبون من كل الجهات الخدمية الدراسية الصحية الخدمات الموجودة البلد التحتية حتى قيمة مائلة بالشارع وشكرا شكرا جزيلا لك التعليق السلام عليكم طبعا سؤالي للأساتذة المرشحين كونهم مرشحين عن تحالفات تتحالف بعض الأحزاب وخصوصا الأحزاب الصغيرة مع أحزاب أخرى قد تختلف معها بالفكر مثل قد تتحالف أحزاب مدنية مع أحزاب إسلامية أو أحزاب مثلا ليبرالية أو شيوعية مع أحزاب إسلامية هل هذا التحالف هو اللي يكسب جمهور مثلا الحزب الآخر أو التجاوز هذا سؤال موجودة لأسادة برواء على الاعتبار أنه سيرون هو عبارة عن تحالف يعني من أحدد نحكي بصورة عامة هل هو اللي يكسب جمهور أو يعني لتجاوز قانون ساتليغو أو شنو الإجابة شكرا جزيلا شكرا شكرا مرحبا بسؤال سادة المرشحين بس ما أريد أحد يأخذ بصورة شخصية الأحزاب نفسه اللي كانت بالدورات السابقة كانت نعراتها طائفية وهم اللي سواوا الطائفية وهس نفس الأحزاب بس غيرهم المرشحين وعلى تهم الوجوه يعني المسؤول الكتلة بقى نفسه بس غير المرشحين وديجون بالمواطنة ومبدأ المواطنة زين ومن أعلم الشعب الطائفية من أعلمهم المحاصصة من أعلمهم العنصرية بين القوميات وشكرا شكرا جزيلا السلام عليكم سؤال الدكتور الدكتور ما عجزت عن تقديمه كدرجة وزير هل بإمكانك وتعتقد تقدم الأفضل أنت كنائب وبعد رفع المرجعية شعار المجرب لا يجرب والحزب الشيوعي شنو اللي دفعك أن ترشع مرة ثانية شكرا شكرا جزيلا لك شباب سؤال عندكم فضل ساذ جبار أسمع منك الإجابة نعم يعني فيما على تعليق الأساتذ الأكاديميين وكذلك السؤال الشراء يعني الأساتذ الأكاديميين الحديث الذي تفضله به هو حديث علمي تماما وتساؤلات حول قضية الدولة المدنية الحقيقية أنا أعتقد للتمييز بين الدولة المدنية الحقيقية وبين من يرفع الشعار بشكل حقيقي وبين من يستثمر الشعار انتخابيا القصة واضحة يعني من كان إسلاميا طوال خمسين عام لا يمكن الآن بهاي الانتخابات يصير يعني ما ردا تحدث عن اسمها حتى ما أدخل في قضية التشهير السياسي أو التسقط السياسي لكن واضح الشخص هو جاء نتيجة حزب إسلامي واضح حتى اسم الحزب الإسلامي وصار كمل 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 ليش وقفت لا يعني القصد يكمل ما يخالف ما يخالف كمل أنت بديعت سالفة لازم تخلصها أقصد المواطن العراقي هاي شهادة إليك كملها ما يخالف المواطن العراقي يميز بشكل واضح بين من هو مدني فعلا وقد يستغرب يعني الآن أيضا التساءلات المواطنين كيف يتقل مثلا حزب الشيوع طبعا والسؤال تحديدا للرفيق رائد لأنه هو يتحدث يعني مصطلح مصطلح رفيق قوي ما أدري به هو يعني ذب اسمار لو هو يعني كحزب الشيوع ولي حد لا يستخدمون مصطلحات الرفاق كلمة رفيق بالأخص على قضية الإعلانات والدعاية مليون دولار لكل حزب أنا الحقيقة أول مرة أسمع هذا الرقم وللشهادة وسجلوها أيضا هذا مسجلة أنا ما استلمت يعني دعم لا مادي ولا حتى كارتات وفلكسات من الجهة اللي أنا مرشح معاها ليها جزء من القرار المو ركزينة لا لا ليس يعني عضو في يعني بعلام مجلس النواب وموظف طيب ما أكو آخرين مشاركين أنا أريد أن أنوه لها قضية أساسية رئيس الحزب اللي عنده مرشحين أما أن يكون صادق معاهم من البداية ويقول دعمنا لكم هو ورق وقلم فقط أنت جاي تدخل انتخابات مو جاي دور الفلوس تمامنا ومو تماما أما لما تقول لي اليوم المعركة الانتخابية غير متقافية أكو سبعة آلاف مرشح أساسات ذا ذكروا يتنازعون أو يتصارعون ديموقراطيا على ثلاثمائة مقعد لا يعقل أنه هناك مرشح مخصص خمسة مليار أو عشر مليون دولار للانتخابات ومرشح آخر أنت ما تنطي ولا فلس هسه راح تقول لي ش راح أسوي بالفلوس أقول لك حتى أسوي مؤتمر للشباب من هذا النوع لازم أحجز قاعة لازم أجيب صوت لازم أجيب هسه أنت قاعدت بسمر الكتلة اللي تمرشح عليها؟ لا لا أنا أعلن ومسؤول عن كلامي أنني لم أتلقى من الكتلة اللي ترشحت معها ولن أتلقى وعدوكم شيء وما وفهم؟ نعم وعدوني بمبلغ عالي ولم أستلم ولن أستلم لأنني خلاص صار هلو منك أستقيل من الكتلة حتى انتخابات ما أدخل لا أدخل الانتخابات أنا عندي جمهورة أنا مرشح جمهوري أنا مرشح شخصي موجيت أنا قاعدت منهم الصبوع قلت أرشح بالانتخابات بل صعب شخص الكتلة متوفيوية نعم ومن الصعب جدا على الجمهور أن يصدق رئيس حزب يعد مرشحي بالدعم ولا يدعمهم شو رح يوفيه جمهوري وهو يأمل أن يحصل على المناطق الآلاف من الناس عدنا أول حلقة من برنامج سجال انتخابي كان ضيف انسحب قبل يومين من الانتخابات لأنه يبدو أن نفس المشكلة لن أنسحب سأقاتل لنها وسنفوز إن شاء الله بالتوفيق شكرا أستاذ أبرواء نعم ثلاث عدد من القضايا بالنسبة للسؤال الأول مسألة الدولة المدنية الحقيقة هي مقومات رئيسية أولا نقول تعتمد المواطنة والمواطنة بمعنى تزيد أي شكل من الأشكال من التمييز أي ممارسة تمييزية ناهيك عن تشريعات تمييزية ونحن نقول دولة المحاصصة بنيويا هي بيتميز لأن تعتمد على الهويات فإذا هذا فرق لأن هي دولة مؤسسات بمعنى الهياكل للدولة تتحكمها أما قوانين أو تشريعات بها وتكون أيضا معزولة إلى حد ما تتمتع باستقلالية عن التغيير في الحكومات لهذه المؤسسات باقية وهيس مرتبطة مثل ما عندنا في بعض الحالات وربما غير قليلة أن المزارة والمؤسسة المعنية هوية تتحدد بمسؤولها يتغير مسؤولة تتغير تركيبتها تتغير لا يجوز لذلك نتحدث اليوم من نقول الجهاز التفيذي للدولة ستحكم قوانين وتعيينات بحيث تأدي مهماتها وفق ما هو منصوص سيد رواء الدولة في دستورها لا تلمح إلى شيء يتعلق به المحاصصة وتقاسم السلطة ولكن المحاصصة هي عبارة عن نتاج اتفاق سياسي ما بين القوى المتنفذة ألا تعتقد بأنه من الصعوبة إيجاد حل لمشكلة المحاصصة لا سيما بأنه نفس القوى اللي أسست مفهوم المحاصصة هي لازالت متسايدة على المشهد أنت بالعكس تأثيرت نقطة مهمة جدا بمعنى أن دستور مالتنا لا ينص على المحاصصة كما تحولت إلى ممارسة على مدى تلدورة اي صح وهي مبني على التفاهمات السياسية صح هذه التفاهمات السياسية لاحظناها أنه من ملامح الحملة الحالية أن الكتلة الكبيرة تشضت انقسمت مو؟ نعم انقسمت وهذا انقسام مالتها مو فقط مجرد تكتيك وغيرا لا لا هناك مشاكل حقيقية مشاكل حقيقية وهناك ثمت فشل لمشروع لذلك ما تفضلت به أنه إذا ما هو ممكن اليوم قادم تشكيلة سياسية التي ستظهر نتيجة هذه الانتخابات نحن نعتقد أنها ستكون بها تغيير حجم التغيير جوهري هذا اللي يقول المواطنين سيكون واعي لخياراته ولكن من الصعوبة عادت نفس المنظومة السابقة بس أليه قول مواصفات فقلنا المؤسسات قلنا أيضا موقف من السلاح بعد الدولة ما يمكن تحكي عن دولة مواطنة ودولة حريات وهناك السلاح يتوزع من عبر تشكيلات مسلحة خارج هذه أيضا نقطة أساسية المؤسسات المستقلة لحد الآن ما تسمى هيئات المستقلة هي هيئات قائمة على التحاصص هي تبعصة للحكومة فإذا لازم تصبح مستقلة ولا ترتبط بمجلس سنوات وهكذا نقدر نتحدث ناهيك عن التداول السلمي وغيرها من الاعتبارات الديمقراطية بالنسبة للمتساؤلات الأخرى كيف نتخالف مع حزب إسلامي تيار إسلامي وتيار خلنا نسميه مدني وخاص الشيوع الدولة المدنية ما تستثني مو هي فقط ضد الإسلامي إسلامي ملحظة كالانتباع إسلامي يعني أردتوا تنطول نموذج نحن ردنا نقول نحن نادر نقدر نقول أنه الوطن في محنة البلد في محنة وهناك مشاكل كبرى عانوها العراقيين كمواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم من تقول لي مشكلة كهرباء من تقول لي مشكلة فقور من تقول لي مشكلة تعليم متردي من تقول لي مشكلة صحة متردي إلى آخر هذه مشاكل ما منتبع بالهوية ما لا علاقة بالهوية بها هذه المشاكل اليوم قبل كانت تصرف قبل قنزميتهم ما تفضل الأخ من قال أنه قبل كان يتخبون هويتهم ولا يتخبون برنامج ولا سياسة صحيح هذا الكلام اليوم وصلنا إلى مرحلة أنه الناس بيصار على درجة الوعي ومتخبوا هويتهم مرة واثنين واثنين لذلك عفوا ساذ على قولة ساذ جبار رفيق برواء الأخ يسأل شنو سويت كوزية لا سأجعلها سأجعلها عبد حتى الآن لا لا أجعلها بس أين أقول أنه هذا اللي دي يصير في تحالف سائرون أنه قوى نعم لهوية دينية لكن اليوم اتفقت ويا قوى مثلنا نقول إن الوطن يأتي أولا الهوية الوطنية تأتي أولا القضايا الوطنية تأتي أولا فهم أيضا جوا راح أرجع أستاذ أبراو الله يخليك راح أرجع كلاكما الطرفان المتحالفان كنتم جزء من المشهد السابق شنو اللي تغير بعد تحالفكم عزيزي هذا اللي تغير نحن أولا كنا في مرحلة معينة يعني عدكم وزراء وعندكم خبور وعندكم تمثيل نيابي شنو راح تقدمه جديد ما هذا خليقنا نقوله نحن عندنا فترة في وزارة وانا نسجع جواب على الأخ اللي طرحها القوى الأخرى هي حتى فيها سلاخات تطور في الوعي تطور بالفكر استخلص الدروس فاليوم هي جد تلتزمت ببرنامج يختلف عن برامج السابقة وبخطاب يختلف فهو التزام أمام الجمهور مثل ما تفضلت أنه اليوم هم التزموا أمام الجمهور أمام ناخبين والناخبين اليوم عاي حاسبوهم والمفروض أمام حسابهم وقالوا احنا اليوم نأتي اكتشفنا أو توصلنا إلى قناعة أنه خيمة الوطن ممكن لازم تجمع العراق بتنوعها وكل الوطنيين يجنون يخلون بالبلد مع احتفاظ كل طرح بهويته الفكرية والسياسية وإذا كان تظيمية ويتفقنا على برامج هذا اللي صار سهير بالنسبة عنا فيما يتعلق نعم نحن صدنا بالحكومة حكومة أربع سنوات الفين وستة الفين وعشرة أي أنا ما عندي شيء أخجلبي من الثاني وجودي بالحكومة خذك راحيك ما عندي شيء وهذه سجلات وجودة سواء بالأداء قضية النزام وحتى في مناحة الأداء في المرفق اللي توليت إدارته لها علوم التكنولوجيا وليه مهم وصعب في لحظة معينة أحسابات خل بالتفاصيل لأنه إحنا كنا خليت أول سنتين الفين وستة والفين وسبعة كنا في لجة الصراع الطائفي كثير من دواءنا كانت موجودة في مناطق حقيقة الموظفية ما يجدون يوصلوا للوزارة كان عندنا إحنا تويثة وغيرها وغيرها معطلة فإحنا أولاً أنا أحد الشيء لأقوله إنه هذه المؤسسات سهمت في إعادتها إلى وضع الطبيعي إحنا كثير من مختبراتنا اللي الآن موجودة والآن موجودة الآن وعيد بنائها وجهة معينة في العلاقة ما بين طاقات الموجودة من العلماء وعلم وتكولوجيا تفاعلت مع قضايا الدولة ووضعت مشاريع إلى حد اليوم هي تتواصل يعني أن تكون وزير في حكومة فاشلة لا يعني أن تكون وزيراً فاشلة لا مضرع يعني أنت اليوم وهذه النقطة المشكلة أن تكون وزير في حكومة فاشلة لا يعني أنك وزير فاشلة أنا الحقيقة موجودة أمام جوي وزراء من هويات سياسية اختلفة والسجل واضح والأداء واضح والقضايا اللي وضعناه وضع التفيذ واضحة اليوم جيدا فذلك ما عندي مشكلة الحقيقة أن أخجل من مشاركتي بالحكومة لكن أيضا من جدي فترات أخرى دورات أخرى ما صارت فرصة لمصارت فرصة لمصارت أرضية مناسبة لك لا تكون الآن عضوا في مجلس لكن مستشار رئيس جمهورية لا لا ما عندي أي ونصب الصيف أي موقع رضيفي معني منذ 2010 منطلط الوزارة ما عندي أي موقع حكومي اليوم نتحدث انتخابات طبعا الموقع النائب غير الموقع التفيذي التشريعي ورقابي شيء آخر شكرا دكتور أستاذ أحمد إذا عندك تعقيب على مدخلات الأساتذة وصيلة للجمهور بالنسبة للدولة المدنية تعرفونا أن الشارع السياسي والأحداث التي صارت أفرزت مجموعة مكونات منها الإسلام السياسي والليبراليين واليساريين والقوميين وغيرهم متى ما التحدى وذوله وفهمة ومفهوم ومكونات وخصوصية المجتمع العراقي وأفرزوا من عندهم كتلة وطنية راح نقدر نكون دولة مدنية تقدر نتقود هذا الشعب ونقدر نتطور خلينا نحجي بواقع الحال ترى الحكومة من 2004 على اليوم أيضا قدمت شيء يعني الحكومات السابقة أيضا قدمت شيء مثل؟ مثل الوضع في 2004 مثل الوضع اليوم في 2018 نحن نتقدم لكن التحسن مالتنا بطيء خلينا نكون واقعين بكلامنا يعني صحيح نحن بدأنا بمنحنة بدأ يرتفع إلى مرحلة معينة بدأ يأخذ خط مستقيم الناس اللي يجوي يقدمه اللي يعدم بس ما قدهم شي يقدمه أكثر لأنه هذا المستوى اللي يجوي به تتوقع هذا الكلام مقبول للجمهور الآن اللي قاعد تقوله بأنه الحكومات هذا واقع حال شباب شو رأيكم؟ هذا واقع حال هل الحكومات المتعاقبة قدمت يعني شيء وفعلا بأنه الوضع الوضع الآن يختلف عن وضع السابق؟ يعني هذا الكلام بالنسبة لكم مقبول؟ غير مقبول طيب كمّل يساق هذا واقع حال أغلب الشباب غير متوافقين معك بالمطلق في هذا الكلام لأنه ما صرف وما خصص وحجم الحكومات اللي موجودة قارنها بالوضع العراقي ستجد ماكو مجال للمقارنة بالتمام لا تنسى هذا الوضع اللي احنا مرين به ترى موضع موسهل والموازنات اللي خصصت ايضا موازنات ليست سهل صحيح لكن احنا احنا اكو للخدمات وللأمن وللاقتصاد واحنا في هذا الوقت ما زلت اقول لك انه اكو تحسن حتى ولو كان تحسن بطيء لكن احنا نتحدث بواقع الحال هذا التحسن في هذه الحكومة ما لا علاقة بالحكومات السابقة يعني على اقل على اقل مثل على اقل احنا عبرنا مبدأة طائفية وقلت هذا الكلام احنا ما عندنا طائفية بيناتنا احنا ظلينا ظلينا بفترة بفترة ما عندنا لا حكومة ولا شرطة ولا جيش ما كان بيناتنا ايشي العراقي ترى بسهولة يكتسب سهولة يعني لكن احنا خلنا نتحدث بواقع الوضع الامني بلالفين وستة مثل اليوم اليوم افضل اذا اكو تحسن ماذا احكي لك من ناحية الحكومة خل احكي لك من ناحية المؤسسة نفسها من ناحية الوزارة نفسها من ناحية الموظف اللي نتيجة حل الجيش والشرطة السابقة طيب بدأ يكسب خبرة خلي نحكي بواقع الحال بالضبط نرجع 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 نريد نشوف رأيي الشارع العراقي في استطلاع اجراه فريق سجال انتخابي حول موضوع حلقة هذا اليوم في مفاهيم الدولة المواطنة ودولة المؤسسة اكيد دولة المواطنة اللي هي الدولة اللي تأطي المواطن حقه فلذلك الآن احنا ما عدنا دولة مواطنة في العراق نشوف المواطن مغبون حقه يعني حقوق ما بتوفرت لمن قبل السياسيين لانه حقيقة احنا ما شعرنا خلال هذه السنين الماضية انه الطبقة السياسية اغلبهم ولاءهم يعني حقيقة لانفسهم ولقوائم او لأحزابهم يعني في الحقيقة لكن انه نأمل نأمل حقيقة ان تكون هذه الانتخابات والذين يحظون لنتائج الانتخابات ان يكون ولاءهم اولا للعراق لانه العراقيين حقيقة عانوا ما عانوا خلال هذه السنين وقبل هذه السنين حقيقة لم يتنعموا بالطبقة السياسية لانه الاسف الشديد الاسف الشديد انه هو الطبقة السياسية يعني لا لا اجزم اقول جميع الطبقة السياسية وانما اغلب انتماءاتهم اللي احزح المواطنة يعني يكون المواطنة ولا اولوطن للوطن للوطن ولا حقيق الوطن ليس لفئة او لطائفة او شيء ولا للوطن والمؤسسات لونة المؤسسات الحقيقية اللي تنبني عليها الدولة المواطنة مصطلح شمولي عام يخص ابناء كل افراد الشعب العراقي بغض النظر عن هويتهم المذهبية والطائفية والقومية وما الى غير ذلك بتعتبر دولة المواطنة هي بالدرجة الاولى مراعاة حق المواطن بالدرجة الولى وكلهم على خط مستقيم واحد من كل ما يحدث من حقوق وواجبات في الدقائق الاخيرة ودعا اسمع خلاصة لانه صراحة ما ما سمعت يعني شيء حول برنامج انتخابي لمفهوم المواطنة والمؤسسات استاذ جبار اختصر جدا في برنامجك الانتخابي شيء عن المواطنة والمؤسسات كمعالجات يعني لا لا يمكن اليوم الحديث عن مواطنة واكو شعب اكثر من نصه لا يحلم حتى بداخله في ان يكون مثلا بمنصب رئيس وزراء عندنا مفكرين من قوميات ومن اطياف ومن اديان بالتالي هؤلاء معطلين السنة اليوم اذا يفكرون كمرشحين اعلى منصب انهم رئاس مزلس النواب الكرد رئاسة الجمهورية الشعار رئاسة الوزراء عن اي حديث نتحدث ليس هناك طائفية وان الحديث اليوم واقع اليوم هو افضل من 2004 اذا كان واقع اليوم افضل من 2004 ليش مرشحين اساسا لا نرشحه خلاص هو الوضع دي تحسن الحقيقة شعور المواطن العراقي بالمواطنة في داخله فيه مشكلة حقيقية حقيقة يعني حتى من يقف فيه سدت الآن حزب الدعوة الآن يحكم بعدك ساد جبار حتى نختصر بعدك الشخص نعم نطني حل معالجة تشريعية تسويها في حال صعدت برلماني افعل المادة الدستورية التي تقول العراقيون جميع المتساوون في الحقوق والواجبات افعلها احولها لا واقع عملي ليش هذا الشاب ما ممكن يقبل بجهة المخابرات لانه من خلفية طائفية كذا ليش هذا الشاب ما ممكن يقبل في المنافذ الحدودية لان انا ما قدر اذبه بالرمادي ليش هذا ما معقول يعني هذا اذا متفعل هذه المادة الحقيقية وهي موجودة بالدستور لكن تم التفاف عليها العراقيون مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات بعد ما اسأل انت منين معدلك شنو كفاءتك شنو اقتصاصك وخلص شكرا جزيلا دكتور ايضا جنابك ساذة ابراو نعم معالجات نعم اول شي لا تفدي باصلاح الدولة اصلاح الدولة اولا يمر عبر تفعيل بعض التشريعات وعلى قانون خدمة مدنية اللي هو مشرع صالة كذا سنة يفعل اثنين نعتقد اللي يضمن التعيين ضمن المفروض يفرض يطيع عنصر المساواة امام جميع المواطنين في فرص العمل اثنين نكسر هاي حالة التشضي ما لانه وزارة للطرفسيين وطرفسات انه تكون الحكومة تكون بيت نعم بيشتر مشاركة يعني يجوز بس لا تطلع من حزب الدعوة يقولون لا لا ما ساي معنى الدولة المؤسسات هذه تبتعد عن التخسيم تكون على اساس الكفاءة ونزال وفق تعليمات السلاح بيت الدولة هذه قضية اهمية جدا لازم تنظم بشكل جيد استكمال بناء المؤسسات مال الدستورية اللي ما مستكملة لا المؤسسات نفسها يعني المجلس الاتحادي اللي حدث ها السنة السنة ما معنى اذا جملة اكو قوانين سموا قوانين دستورية بمعنى اكو القاعد الدستور نص على تشريع بعض القوانين لا تزال لم تسن قانون النفط الغاز مثلا هذا جزء مهم وكذا نكذلك أستاذ أحمد في نصف دقيقة إذا أمكن قلاصة معالجات تكون تحسين واقع الاجتماع والاقتصادي للمواطن العراقي والمساواة في الحقوق والواجبات هذا يعني هو النقطة المهمة اللي يجب أن تكون هي الخطة المستقبلية للحكومة القادمة نتمنى لك التوفيق شكرا جزيلا لجبار المشهداني المرشع عن تحالف القرار العراقي على وجودك معنا شكرا جزيلا لك كل جمهور الحاضر للأساتف شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور رائد فهمي أبو رواء شكرا جزيلا لك المرشع عن تحالف سائر للإصلاح سعداء أيضا مرة أخرى سراد على وجودك معنا في شاشة الفلوجة الأستاذ أحمد فوزي الدبلوماسي المرشع عن حراك الجيل الجديد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا جمهورنا شكرا جزيلا لكم وعلى مداخلاتكم الأساتف الأكاديمية شكرا جزيلا أستاذ دكتور صبيح الجابر أستاذ عباس حسن ممنونين على وجودكم مشاهدي الكرام الشكر موصول أولا وأخيرا لكم على طيب المتابعة نلتقي غدا في سجال انتخابي جديد عند الحادية عشر مساء اشتركوا في القناة